أهلا بكم مشاهدين الكرام من جديد الحقيقة عندي فقرة دلوقتي هتكلم فيها في عدد من المستجدات من خلال الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ سليمان جودة اللي طبعا مرحب بيه في البداية أهلا بك أستاذ سليمان أهلا وسهلا صباح الخير على حضرتك قبل ما نبدأ حوارنا وحدثنا كده عندي خبرين مهمين حابب بس أن أنا أقولهم للناس لو تفتكروا كده من كام يوم عرضنا قصة عن طفلة في محافظة الشرقية يعني هي بنت وهي طفلة كانت مشكلتها أن مكتوب لها في شهادة الميلاد أن جنسيتها مضغشكر طبعا إحنا عرضنا المشكلة من خلال تقرير مصور وكاعدها دايما استجابت وزارة الداخلية لحكاية الفتاة بهية أرسلت الوزارة إفادة لفريق البرنامج أكدت فيها أن هي رصدت ما تم عرضه في برنامج صباحك مصري بشأن الخطأ غير المقصود في شهادة ميلاد بهية إبراهيم واللي بتقيم في منطقة الحسينية بمحافظة الشرقية طبعا هي البنت من أب وأم مصريين وأن الأمر ده تسبب لها في عدم تمكنها من الحصول على بطاقة شخصية بسبب كلمة مضغشكر اللي كانت موجودة أكدت الوزارة أن هي تواصلت مع والد بهية وتم بحث شكواه وإصدار شهادة ميلاد جديدة لبنته وهي اسمها بهية زي ما قلت لحضراتكم وكمان بطاقة رقم قومي جديدة وطبعا والد الفتاة قدم بالشكر الجزيل لوزارة الداخلية وقطاع الأحوال المدنية وإحنا كمان والله بدورنا بنشكر وزارة الداخلية على سرعة استجابتها لما رصدنا وده طبعا جهد مشكور لوزارة الداخلية فإحنا بنحس إن احنا عملنا حاجة حتى لو صغيرة فدي حاجة ترفع رأسنا وإن شاء الله يا رب كده تكون في ميزان حسناتنا جميعا